نساء الخير على كل عشاق ومشاهدي شاشة قناة النادي الاهلي اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الاسبوع المجري النهاردة عندنا حلقة مختلفة تماما زي ما عودناكم احنا في قناة النادي الاهلي بابنا مفتوح مفتوح ليه الجميع وقناة الاهلي دايما في ظهر المحترمين وللرموز واصحاب الانجازات والنهاردة بالذات معانا واحد من القامات الكبيرة لاسا في الرياضة المصرية فقط بل في العالم كله هتقول لي الكلام دي اقولك اه يمكن هو مشهور برا مصر اكتر من داخل مصر برا مصر بيعرفوه قيمة وايقونة للاخلاق الرياضية نجمينة صنع اسمه في الرياضة العالمية والمصرية باسلوب خاص وضع وعمل لنفسه بصمة وجهده وعرقه اخلاقه كلام ده ايه لمصري اه طبعا لمصري المصر تملي لما بتحط تحت المناخ كويس بيبدع ويطلع كل اللي عنده بيبهر العالم قدم لنا نموذج نادر جدا في الاخلاق الرياضية عني ليه بقول الاخلاق الرياضية لان احنا في الفترة الزمنية اللي احنا فيها دي الصوت العالي بقى هو اللي بيكسب بقى قلة الادب هي اللي بتكسب مفيش حاجة احنا بنقول الرياضة اخلاق لا احنا الرياضة عندنا مش اخلاق دلوقتي الرياضة عندنا سمك لابن تامري هندي الرياضة اخلاق قبل ما تكون انتصار وبطولات وانجازات كمان نجمينة النهاردة ده كان عنده الاخلاق اهم من المديليات الده بالعقاء نجمينة هو واحد من العلامات الرياضية الكبيرة قوي بدأ مشواره مع الرياضة من البحر ايه اللي جاب البحر و ايه اللي جاب المديليات الدهبية لانه هو اسكندراني يعشق المياه والبحر وليه معاها حكايات وقصص كبيرة جدا هننسبحها منه لأول مرة هنا في قناة وشاشة قناة النادي الاهلي لعب ألعاب كتيرة لكن كرة السلة واحنا عارفين ان السلة لها عشاقها في اسكندرية اشبعنا اسكندرية مشهورة بكرة السلة وده اللي هنعرفه منه ونشوف نجوم كتيرة جدا حققت انجازات على مستوى مصر ومستوى افريقيا في كرة السلة كان ممكن يمشي في طريقه لكرة السلة لان لكن بعد كده قدروا خدوا الى لعبة تانية مش اول اسمها دلوقتي في احد الاندية ولعبها وحبها وراح على طول الى نادي سموحة نادي سموحة ده نادي بطولات ونادي انجاز فيه ناس كتير عوي النادي اللي ظل يلعب باسمه حتى اعتزل لعبته المفضلة وصل فيها للعالمية وصل وصال وجال وتقلق على المستوى المحلي وشارك فيه بطولات الشباب وظهرت موهبته الكبيرة اوي وظل يتدرج ويلعب مع المنتخبات الوطنية حتى لعب ووصل للفريق الاول يعني ده الراجل ده كافح جامد اوي ايوة كافح دخل لعبة حبها كممكن يكمل في السلة لكن هو بالنسباله بعد ساب السلة ودخل في اللعبة تانية لحبها وحبها اوي وعشان كده اخلص فيها وربنا اداله عشان كده بقول لكم العمل عبادة انا بقول للناس العمل عبادة اشتغل واسيب رزك ده على ربنا سبحانه وتعالى رزك ده تاخدوا من الله سبحانه وتعالى بش من البشر مفيش بدأ طريق النجومية والشهرة بعد ما تحول الى بطل كبير وصائد البطولات والمدليات في افريقيا ده مش في افريقيا بس لا وبطولات البحر الابيض المتوسط وبش البحر المتوسط بس لا ده بطولات العالم وكل البطولات كلها بلعبته ده قدر يوصل لجميع انحاء العالم حتى وصل الى الومبل جيمز وكانت الومبل جيمز في لوس انجلوس عام 84 فارقة فيه ما سرته الرياضية كلها لما قدموا فيها قدم فيها من جهد ولما حقق فيها انجازات كبيرة بوصولوا الى المباراة النهائية ولعب على الزهب عارفين يعني ايه الومبل جيمز اللعب لما يوصل اللعب في اوروبا لما بيوصل لالومبل جيمز ده ده بحاجة كبيرة قوي ده غير كاس العالم بس ده بتبقى حاجة كبيرة قوي ولعب على الدهب امام اسطورة الياباني ياما شيطا اللي لعب معه المباراة النهائية وكان اللعب ده مصاب انت عرفته طبعا وكان من السهل ان يلعب بطلنا على هذه اللقطة وعلى رجلي المتعورة المصابة ويفوز بالذهبية لكن نفضل عدم الاقتراب من ذلك شفته الاخلاق عاملة ازاي شفت واحد بقدامه دهب ودهب دي لما بياخد بيتنجم على مستوى العالم وهنا في مصر ده اول لعيب اللهم بفاس بالذهب لكن فضل اللعب النظيف ونال الفضية لكن مش حكاة الفضية بس لا ده نال تقدير العالم كله بالتصرفاته وسلوكه واخلاقياته الندرة انا بقول الندرة في الزمن اللي احنا فيه ده العالم كله كرمه ونال تكريم المناسب في كل العالم في مصر واليابان بل انه تحول الى بطل في اليابان صور بقى لما كيف يلعب مع اللعيب في اليابان واللعيب ياباني بيلعب معه نهائي وعارف ان الرجلي دي مصابة والمدرب بتاعه فراجوا على الماتش قبل المباراة وقال له العب على الحتة دي سبحانك يا ربي عشان كده بقولك العمل عبادة انت اتعب واسيب اجرك على ربنا سبحانه وتعالى ومازال بيونال كل التقدير من كل اليابانيين لما نظر فيه لما فعلوا مع بطلهم وظل نجمنا على تقلقه حتى اعتزل اللعبة في عام 1992 يعني بعد 22 سنة ساب اللعبة دي واتجه للتحكيم واصبح حكم دولي وخبير كبير في اللعبة وظل في التحكيم اكتر من عقدين عقدين من الزمان يعني حتى انا بكلم لغة ربنا كتير معلش حتى قرر التوقف عن التحكيم وبتاعد فطرة لكنه عاد حاليا يكون مشرف على المنتخبات الوطنية المصرية لللعبة نفسها ومن غير كده ومن غيرها بيستحق هذا المكان وبدأ مسيرته مع الصغار فحنسأله هل انت هتصنع نجوم يقدروا يحققه في فرنسا 24 في اللومبل جيمز اللي انت جزء من اللي انت حققته ضيفنا وضيفكم الليلة هو النجم الأسطوري الكبير انا عاوز اتكلم عليه حاجات كتيرة جدا مش عاوز احرق الكلام لان انا عارف الحلقة دي عندنا فيها تقارير الناس كلها عاوز تتكلم عليه وانه هو كمان حاجة شخصية جميلة جدا هو صديق شخصي وحاجة يعني انا زاملته في السفريات حاجة فوق الوصف نجمنا النهاردة هو النجم الكبير اللي حقق انجاز كبير قوي هو الكابتن محمد علي رشوان لعب الجود والسابق تعالوا نصول ونجول ونغوص في داخله ونشوف يستحق المتابعة كابتن رشوان احنا هنا في قناة من الاهلي بنقولك اهلا ومرحبا بك وانت تستاهل كل شيء شاشة قناة من الاهلي فخورة ان يكون في نجمة علامة موجودة عندنا هنا تعالوا نستقبل بطل العالم في الجودو والبطل الولومبي محمد رشوان ونشوف حيقول ايه في برنامج المجالي تعالوا نستقبله عشان ما نضيع شواء ترجمة نانسي قنقر